وَأَسْتَعِينُ اللَّهَ فِي أَلْفِيَّةِ مَقَاصِدٌ نَحْوِ بِهَا مَحْوِيَّةِ وَبَعْدَ عَاطِفٍ بِلَا فَصْلٍ عَلَى مَعْمُولِ فِعْلٍ مُسْتَقِرٍ أَوَّلَى هذان البيتان يتضمنان الكلام عن أحد وجوه الاشتغال أو عن أحد الأحكام الخمسة التي هي للاشتغال هذا الحكم يقرر الوجه الأرجح متى يختار النصب يقول واختير نصب قبل فعل ذي طلب هذه واحدة وبعدما إلاؤه الفعل غلم هذه الثانية والحالة الثالثة وبعد عاطف بلا فصل إلى آخر البيت إذن يختار النصب في الحالة الأولى وهي أن يكون الإسم المشتغل عنه أن يكون قبل فعل طلبي ومعلوم ما هو الطلبي وطلب معناه استدعاء ما لم يحصل يكون بالأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء فلو قلنا مثلا زيدا أكرمه يجوز لنا أن نقول زيد أكرمه ولكن الاختيار أو الأرجح والأفضل والأولى أن يقال زيدا أكرمه لأن الفعل هنا أقوى وحين يكون أقوى يكون أطلب للإسم فهو إذن الأولى والأرجح وأيضا لو قلت مثلا زيدا هل أكرمته كذلك والحالة الثانية وبعدما إلاؤه الفعل غلب أي بعد الأداة التي إلاؤها الفعل إتباعها الفعل غلب مثال ذلك مثلا ما أو إن فإنما تطلب الفعل وكذلك إن يعني يغلب عليها أن تتبع بعدها فعلا فتقول إن زيدا أكرمته مثلا أو ما زيدا أكرمته ويجوز أن تقول ما زيد أو إن زيد ولكن الأفضل هو ما ذكرناه الأفضل نحويا والحالة الثالثة أشر إليها بقول وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا حاصل هذا البيت أنه إذا جاء الاسم المشتغل عنه بعد جملة فعلية فإن الأرجح أيضا النصب لأنه بعد جملة فعلية الفعل يطلب المفعول وبالمثال يتضح المقال يقول الله تعالى في آخر سورة الإنسان يدخل من يشاء في رحمته هذه جملة فعلية ثم قال والظالمين أعد لهم عذابا أليما يجوز في غير القرآن والظالمون والظالمين هذه معطوفة بلا شك على ما قبلها يعني يدخل من يشاء في رحمته ويدخل الظالمين أيضا ناره أو يدخلهم ما أعد لهم من عذاب أليم ولو كان مرفوعا لا 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 احتمل العطف ولا احتمل الاستئناف أما هذا فلا يحتمل إلا العطف هذا هذه خلاصة ما تضمنه هذان البيتان من باب الاشتغال وإلى اللقاءة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر